انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب بنسخته العشرين بمشاركة دور نشر عربية وأجنبية من بينها مؤسسة البصائر للدراسة والنشر التي تتولى طباعة وإخراج إصدارات هيئة علماء المسلمين في العراق إلى جانب إصداراتها الأخرى في مجالات علمية وثقافية متنوعة ويحوي جناح مؤسسة البصائر أكثر من ثمانين إصدارا من الكتب والبحث والدراسات التي تندرج في موضوعات متنوعة من علوم الفقه والأصول وعلوم الحديث والسياسة الشرعية والفكر بالإضافة إلى عديد التخصصات الأخرى مثل حقوق الإنسان والتاريخ والأدب والدراسات النحوية فضلا عن وثائق ومواقف وجهود هيئة علماء المسلمين المتعلقة في الشأن العراقي والعربي والإسلامي مؤسسة البصائر للدراسات والنشر مؤسسة عراقية تُعنى بصناعة الكتاب العراقي والكتاب العربي هذه هي المشاركة الثالثة لنا في معرض عمان الدولي للكتاب إضافة إلى مشاركات أخرى في دول عربية وفي تركيا أيضا هذا العام يمثل انطلاقة جديدة للثقافة انطلاقة جديدة للقراءة انطلاقة جديدة للتنفس الثقافي بعد أزمة كورونا التي امتدت لما يقرب العامين ومشاركتنا هذا العام مشاركة متميزة بمطبوعات متميزة أيضا لكبار العلماء في الشريعة وفي العربية وكذلك دواوين الشعراء أيضا شاركوا معنا في هذا المعرض ومن بين الإصدارات الحديثة لمؤسسة البصائر للدراسات والنشر هيئة علماء المسلمين وشيخ حارث الضاري في ذاكرة الأمة وفتاوى ودراسات شرعية منتقات ومؤلفات الشيخ العلامة الدكتور عبد الملك السعدي الطلاق وألفاظه المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي والبدر الطالع شرح جمع الجوامع نشارك المرة الأولى في معرض عمان الدول الكتاب شاركنا قبل هذه المرة في دورة سابقة ولكن في الوكالة المشاركة إن شاء الله جيدة كانت في الأيام السابقة هناك إقبال لبأس به أفضل من المرات السابقة وخصوصا نحن نعيش في ظروف كورونا رغم ذلك الاحترازات التي قدمتها أمانة عمان كانت جيدة ونلاحظ أن هناك اهتمام هناك إقبال وهناك اهتمام وهناك أنشطة جيدة ونشكر إدارة المعرض على توفيرهم كل الأمور التي تحتاجها دور النشر يذكر أن معرض عمان الدولي للكتاب مستمر لغاية الثاني من تشرين أول المقبل ومؤسسة البصائر لدراسات والنشر تستقبل زوارها والباحثين وطلبة العلم على مدار أيام المعرض